طيب النهار ده كان فيه اجتماع مهم في مجلس الوزراء وكان بعد الاجتماع ده كان فيه قرار مهم وهو انه تمت الموافقة على انه يحصل مسابقتين علشان شغل وظيف معلم مساعد المسابقة هتكون في شهر يناير الجاي للمدرسين اللي قبل كده درسوا في المدارس الحكومية وده هيكون ليه شروط وليه ضوابط محددة هيبقى فيه بينهم بين وزارة تربية والتعليم والجهاز المركزي للتنظيم والادارة يعني اتفاق بهذا الشأن وهتم الاعلان عنها في الفترة الجاية نقطة المهمة هنا ان الاعلان عن المسابقات هيكون على مستوى الادارة التعليمية عشان كل ادارة تقدر تشوف هي عندها عجز في كم مدرس تقدر تشوف الكم المدرسين اللي هي محتاجاهم فتطلب هذا العدد المحدد عشان تسد العجز اللي عندها بشكل دقيق يعني مثلا ادارات التعليمية تطلب وهتقول انا عندي عجز مثلا في مثلا الف مدرس مثلا فيبقى الاعلان عن ان احنا محتاجين هذا العدد ولكن الامتحانات مش هتبقى في الادارات التعليمية الامتحانات والاختبارات هتكون جوة الجهاز المركزي للتنظيم والادارة واللي هينجح في الامتحان هيلتحق بالادارة التعليمية اللي هو تبعها وفقا للقانون يعني بقى مفيش شبهة مجملة مفيش شبهة وسطة انت ومجهودك وانت وشطرتك في هذا الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولي اتكلم عن ايضا الاستثمارات اللي الدولة هتدخل فيها الفترة الجاية بعد تعاقد شركات المحمول على رخصة الجيل الخامس للاتصالات وانه ده هيحصل بقيمة تصل لستمائة خمسة وسبعين مليون دولار وايضا رئيس الوزراء اتكلم على مشروع راس الحكمة وقال انه هيوفر مئات الالاف من فرص العمل للشباب في مصر وانه مشروع راس الحكمة ده مش هيكون الاخير وهتكون فيه مشروعات تانية اجمل اعلانها تباعا في الفترة الجاية طيب